أهلا وسهلا بحضراتكم مرة أخرى عزيزية المشاهدين خلوني أرحب بضيوف نجومنا الكبار النجمة الكبير كابتن علاء ميوب وكابتن محمد حشيش ملاشا كابتن عالي حبدال كابتن محمد عشيش هذا كابتن محمد هل قرميزة عائزة إذا كابتن محمد كابتن عاليك كابتن علاء طبعا يعزين نرحب بي أنا أولا مبسوط جدا أن أنا شفته النهار ده وموجود معه بصراحة فكرة كابتن علاء اللي قال لي وكابتن هما الاتنين سن واحد وكل حاجة مع بعضه بس فهو كابتن علاء قال لي لا ابدأ بالكابتن عشيش انا مش عايز اخدك اقول لك كم سنة انا وعلاء ليه ستين كم؟ لا كم سنة مع بعض لا انا من غير اكتر واحد قدت معها فترة محمد وكان اسامة عباس فترة كبيرة قوي وطار ابو زيت دول اكتر الناس مع بعض احنا عندنا 13 سنة بزبط الاسلام كم؟ 13 سنة في النادي الاهلي احنا عندنا 13 سنة بزبط يعني متكلم على 47 سنة بس عشان كابه اقول لك ما فيش فرق يعني هو محمد او انا طبعا 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 عشان كده انا قدمت نفسي لهم عشان ما فيش فرق لا منورين طبعا كابتن وكابتن حشيش قبل بس مبدأ بقصص افريقيا وامم افريقيا عندنا مطش بكرة اولى المباراة اللي هتلعب النادي اللي هلعبها بكرة في كاسر ربطة ضد الجونة من القيمة من الواضح ان هناك كثير من الناشئين حيكونوا متواجدين في القيمة وجهة نظرك في المباراة بكرة واستبعاد بعض اللاعبين ووجود بعض اللاعبين من وجهة نظرك بص الفترة اللي احنا فيها يعني بتتوقع اي حاجة يعني عمرك من دلوقتي في اي ماتش من الماتشات سواء افريقيا اللي هنتكلم عليها او كاسر ربطة محدش يتوقع تشكيل ومحدش يتوقع ناسه لان اللاعبة طبعا اصابات كثيرة كورونا اصابات عادية ناس هنا وناس هنا وناس هنا فانت بكرة يمكن انا تلترب على اللاعبة بتاعت بكرة انا مش عارف مين اللاعبة موجودة هنتعرف عليهم كنت بشوف دلوقتي انا حتى قلت اسماءهم وبيلعبوا ايه علشان الناس برضو كل جمهور من القالي مع ان جمهور من القالي بيبقى عارف معظم الناشئين حتى تفضل كثيرة انا يمكن انا عشان على صلب الناشئين وكده وعارف والستوديو مع اسامة في الاشبال في سلامة طبعا لأسامة حسن ان شاء الله يرجع بالسلامة عند قرونة ربنا اشفي ان شاء الله فعندي فكرة عن اللاعبة بتاعت او العمار المختلفة في النادي فممكن الواحد يقدر يشوفهم بقى كويس طبعا بكرة في تجربة جديدة بالنسبة لهم ومفيدة وتجربة سريعة يعني مفيش تدرج فيها هما نزلوا في بطولة رسمية ان شاء الله بكرة يعني كاس الرابطة ده كاس ومبارات رسمية ومبارات قوية وفرق كلها طبعا الدوري الممتاز وكده فاعتقد ان هتبقى بالنسبة لهم تجربة مفيدة جدا ان شاء الله يعني اتمنى يستفيدوا منها واتمنى طبعا من سماني ان هو يحط يده على العناصر اللي ممكن يحتاجها خلال الفترة الجاية اللي احنا برضو مش عارفينها لسه ضبابية شوية رحفين وجاية منين فاعتقد يعني دي فرصة كويسة وفرصة ذهبية اي شبل يعني احنا كنا بنتمنى واحنا صغيرين الدوم أصغر منهم متشاط ودية بس حتى نطلع فان احنا نبقى متواجدين في بطولة رسمية ومتزاعة ومتشافة فدي حاجة كويسة كابتل علاء هل سيتأثر بالغيابات اللي موجودة عنده في غيابات ايه؟ بالفريق المريضة اكيد اكيد هتأثر بالفريق اللي مش موجود عنده اكيد مهما كان الاشبال دول عايزين يثبتوا نفسهم وكده هي برضو بطولة وانت هتقابل فرق معندهاش غيابات كتير فدي هبقى حمل يعني هبقى عبقش زادة على الناشئ نفسه لكن في الاخر هتحدد هدفك من الوقت انت عايز يوم البطولة دي طبعا انت عايز تكسبها بس انت تكسبها لو انت نص في الوقتك موجودة بس انت في الوقتك مش موجود فتاخد منها احسن حاجة طبعا اتمنى الرب ان شاء الله ان نكسر البطولة دي ان شاء الله فتاخد منها احسن حاجة احسن حاجة ان انت تشوف الناشئين بتوعك دول وصلوا حد فين ومين اللي يقدر يكمل دايما محمد قال كلمة الوقت ان احنا زمان مش نلعب كنا نتمنى مثلا حد يقول لنا انت عادوا احطياته في مباراة فريق اول بالنسبة لك طبعا بتبقى حلم كبير اول انت اكيد مريب بالموضوع ده اسلام كنت في الاولمبي وكده اكيد مريب بالموضوع ده فكل الناشئين دول كل واحد يحاول يثبت جدرته ان هو موجود واللي بتمنى ان ما تحطش علوم ضغط يعني ما تحطش ضغط على الولادة الصغيرة يعني اه يلعبوا بالشكل هيقولوا مسلماني وكده واكيد كل واحد يعرف ان دوره كويس قوي والشكل الفريق وهيلعب بطريقة ايه وكل حاجة دي هتعرف خصوصا الولد اللي هيلعب بكرة ده ان شاء الله اكيد ومش شبل عادي وشبل مميز لانه عشان تطلع في الفريق اول في النادي الاهلي بقى انت يعني حاجة موهبة انت النادي الاهلي بيعدها كلنا مرنا بالموضوع ده دائما كان كل فريق زمان في اربعة خمسة اقول دول هكمل في النادي الاهلي فالمجموعة اتمنى ان شاء الله رب العالمي التوفيق ما يتعملش عليهم ضغط واتمنى ان هما يستفادوا من الفرصة الزهبية اللي جات دي فعلا فرصة زهبية يعني ايه معظم العيوة خالص ما حصلتش يعني ممكن طول السنة تلاقي شبل او اتنين بلعبوا او احتواطوا كده لكن المجموعة دي كلها مرة واحدة اعتقد دي فرصة زهبية اه اتمنى ان الناشئين يلعبوا من غير ضغط من غير اي مشاكل يحاول بس ان هو يظهر نفسه في اطار الشكل الجماعي بتاع الفريق انا عايز اقول لك حاجة علاء برضو بعد اذنك اسلام هو الضغط هي بقى موجود موجود احنا كان بيبقى موجود احنا بنزل التمرين مع الفرقة الكبيرة والمتشاط اللي وديها فبالك دي بطولة رسمية بس هي الميزة كمان علاء في الموضوع ده ان اللعيبة دي مش هتشاف نص ساعة او ربع ساعة ده هيتشافوا كمان ايه مطش واثنين وثلاثة فدي فرصة يعني حتة الخطة الاولانية ما اقول لك يا محمد تتاخد كفرصة وفرصة من النادر هتعوى تاني لأ كل واحد يحاول يزبط نفسه هو بجدير ان هو يبقى موجود في الفريق اول في النادر الاهلي ودائما انت في الفريق اول وكده الحاجات دي بتبقى يعني بيتشاف كويس انت تحت ضغط في عمل ازاي بتتأثر متأسرش عشان كده بيبدأ يقوله ده ممكن يكمل في النادر الاهلي هنستفيد ازاي من البطولة دي كابتا كاسا بابتا زي ما بقولك التدريب لوحده مش هينفع حتى لو كان معسكر حتى خارجي هي المباريات هي اللي بتبين نوعية اللعيبة واداء اللعيبة ومستوى اللعيبة زي ما بقولك ماتشوات وماتشوات رسمية في بطولة جديدة اول مرة بتتعمل في التاريخ بالنسبة لمصر فاكيد حيبقى فيها اهتمام من النادر الاهلي لان النادر الاهلي اي بطولة بيخشها بيبقى عايز يحرز البطولة فهيبقى فيه طبعا اهتمام من الناس كلها من الاجهزة الفنية من مجلس الادارة بتلعب فرق هتلعبها بعد كده في بطولة الدوري ممكن تجرب طريقة ممكن زي ما بقولك تشوف اللعيبة في اكتر من مكان بس طبعا كل اللعيب في مكانه ومزي اللي احنا بنميله في الناحة التانية اه من منتخد اه منتخد فلك اه اقولك اي اساس ان اقولك على قصة بتحصل دلوقتي حاليا يعني كارلوس كيروش هيطلع مع كابت شوبيش خلاص او من المفترض ان هو هيطلع مع كابت شوبيش ايه اللي حصل اه اساس جمال علام وهذا حقه طلب ان تكون الحلقة مسجلة ويسمع اللي هيطلع يقوله كارلوس كيروش ويوافق يعني ده له سبب طبعا وكارلوس كيروش اه لكن اريد اهوه او الله طب التاني يعني من التصراحات اللي احنا سمعناها ان هو ساعد بيقول الحاجات ويرجع زي ما قال في تصريح مرة حاجة ورجع اعتذر عنها يمكن لسوس جمال عايز كده عايز يسمع التصريحات لانه ممكن يقول حاجة قبل مطش مهمة طب انت ايه رأيك علاق معلش انا اسف علاق ايه رأيك في عدم الطلوع احسن هل انت شايف انه اطلع في انا الحياة استغربت يعني لكن في الاخر بني وبينك خبط اعلامية حلوة طبعا طبعا ده في عز الحدث انا مش عايز اقول رأيي انا لو من ناحية الاعلامية طبعا ممتازة وهو اكيد ما استفاد كيروش اكيد طبعا انا مش طلع كده لكن انا التوقيت مش حلو التوقيت سيئة جدا وما ينفعش على الهواء لان انا الكلمة هتاخذ عليك وهي على الهواء اسلام هتعلم منها موضوع كبير قوي خصوصا ان انت يعني انت بتحاول بتقفل تحاول تهدي الدنيا انت بتقفل على الناس بتحاول تقفل على فرقتك وتقفل على لعبتك وعلى كل حاجة ومنع التصريحات يعني اكتر حاجة سمعتها ومش بسدها لحد دلوقتي ان الهواء الجمعة ممنوع متصريحات دي قارتها مدير المنتخب غريبة جدا يا اسلام انا معرفش طبعا انا قارتها ممكن يا رب تبقى خلط لا لا بس صارح واعتذر ما عرفش يا بعدها اصلا احنا كله اعتذر لا لا بس ده رسمي ده بيان ناسي واعتذر بعدها تقريبا مفيش استعاد خالص حتى واء الجمعة انا بيش جواب يا اعتذرات الاعتذرات مش هتعمل لحاجة ايه فاتر الاعتذرات انا لو انا من اللي حصل في المباراة بتاعت انباره دي اولا ممنوع حتى اعتذرات ممنوع كلام نسكت والعب ورين نسكت والكلمة تتقال ان شاء يعني ننتظرك المباراة قادمة بس انما يطلع كيروش اقولك انا اتمنى قابل نجيرة في النهائي انا مش عارف ايه وبعدين بيقول تصراحات بايه ده اوه عن اللي بيحصل اوه لو متخن الشعب المصر في الكرة غبي يبقى هو المتخلف لان كل كلمة بتتقال انت بتتوه الناس فين الناس عارفة كل حاجة وشايفها يعني مصر ما شاء الله بها كمية الناس بتفهم في الكرة يعني لو جمعة يعني يجي وعوضوا هنا يتكلموا هيبقوا ممتازين لان الكرة دي سلها الناس كلها يعني هيعاشة بيها فشايفين عندك اخطاء في كل حاجة فما ينفشل طلع هتتكلم الكلام ده يعني هو كلام يعني ده الوحيد اللي ممكن يبقى ممنوع من التصراحات هو تصراحاته صعبة جدا غريبة جدا يعني اي حد يسمعها انا شايف انه حدث غير مسبوق مش شفنوش قبل كده من المديرين الفنيين يعني بطولات المجمعة وبطولات الفرقة اللي دخلناها مش شفناش مدير فني طلع عمل حديث يعني يعني التقويد صعب محمد بيطلع يتكلم على اللي حصل في المباراة وخلاص على كده ما ينفعش الكلام اللي انت بتقوله ده يعني ابتتح على مين ابتتح على نفسك انك انت اخطائك في المباراة كارثية ما ينفعش يعني ما ينفعش حد يقبالها مش ملاحظة ان احنا تسحبنا على افريقيا فضل ما هي يا صيف الاخر نكنا مشي مع الاليا اسلامة يعني كنا مشي مع الاليا طبيعي لازم تروح على الافريقيا هذا الحدث الاكبر يا محمد صحية طبعا وحده نسوك اللي اتفرج عليه ومنتخب مصر منتخب مش عادي دايما من المرشعين فوز بطولة وبعدين ده سيد افرخة زي بقوله ففعش بقى ده شكلك ممكن تلعب بس لا تكسبش عادي ممكن عادي جدا وهتلاقي الكلام ممكن تبقى وحش وتطلع تقول ان انا وحش يا جماعة بس هو فيه برضو لو هنبتدي بقى نتكلم على المنتخب فيه حد أدنى للوحاشة يعني ممكن مبقاش يومك يعني يبقى فيه خلل في بعض الحاجات انما بتقاش موجود خالص يعني انت بتكلم على شغط أولاني انت قاعد حزيني انت قاعد بتتفرج على منتخب مصر بالأسماء اللي موجودة حاليا في منتخب مصر من المحليين والمحترفين وانا بقول المحليين والمحترفين بدأت من المحليين كمان العيبة كويسة جدا انت مش قادر ان انت توصل الكرة لغاية بعد نص ملعبك انت كل اللي بتعمله عامل استحواز بين المساكين والبكات وأول ما بتفكر لما يتضغط عليك تلعب واحدة يا طويلة يا واحد في نص الملعب مقطوعة منه وراجع عليك انت كل الشغط الأولاني كده ما عندكش شكل عام للفرقة ما عندكش أي حاجة بتعملها تحس ان ما فيش جمل سواء ناحية اليمين أو ناحية الشمال ما فيش أدوار ما فيش أدوار حتى للنص الملعب اللي هو نص الملعب ده اللي هو أساس أي فريق في الدنيا انت بتلعب التلاتة بلعبوا زي بعض مفترض في الطريقة اللي انت بتلعب بها دي ان في حد من الناس الديفندرات وعلاق طبعا يعني أكدر مني في الكلام في الموضوع ده انه يبقى لازم عنده نواحي هجومية بيكمل مفيش بلاي ميكر في الفرقة عشان تقدر تسند عليه تقدر لو تزنقت تاخد فاول تسند عليه تطلع إنما لا بص يا محمد هالبداية أي مدير فني في المنتخب أول حاجة مطلوب منه ايه بيحط الفريق لو شايفه تشكيل مناسب للفرقة دي في المكان اللي بيلعب فيه كل العي انت بدايتك غلط بدايتك غلط من لعب اللعبة كلها مش في أماكنها يعني نفسها فهم انت ازاي تبدأ بمحمود تريزيجي في مبرزة كده بقوله 7 8 شنو ما بيلعبش وبدأت في فين مش في مكانه يعني من امتى تريزيجي بيبقى التالي بتاع نص الملعب انت بتلعب بحمد فتحي وبتلعب بالنني وتريزيجي ومستوى محمد محمد صلاح وأمر مرموش توزعتهم كانت ازاي يعني بتلاقي محمد صلاح رقم 9 حربة بتاعك دي امرأة ما حصلت سبا كلهم كانوا وحشين او يا كابتن بردو طبعا مش بغد النظر ولا حاجة ولكن في الاخر كانوا وحشين بردو انت بتزود السوق بعدم تزويت المراكز هم سيئين لان انا انا بلعبش المكان يعني ليه مستوى محمد داعي من احي الشمال انت بتهزر من امتى ورحش مال على فكرة ويساوي محمد صلاح كراس حربة ورقم 9 ومش ما بلعبش فانت متخيل كل لعيب ما بلعبش مكانه لا دان عزة اقول لك حاجة اسلام كمان لو هنرجع على التريزيجيه انا يمكن كنت موجود في القناة من قبلها بيومين وبيقولوا اللي تريزيجيه قلت لهم يا جماعة ما اعتقدش ابد ان الراجل دي ينزله ممكن يبقى كارتة على الدكة يقوى الدكة شوية لو في حاجة انما تبدأ بيه وهل انت كنت يبدي له مهام ان الراجل لسه مش فت وبينزل لغاية المساكين نص مالعبك ياخدوا كورة ويمشي بالعرض ويعطي المجهود الكبير ده يعني كمان حاجة تانية انت كتريت لعبك ايه انا معرفش الحقيقة من اسوأ المباراة اللي الواحد شافها بجد يا اسلام انت برح بتحاول تدور على حاجة صح وتتكلم عنها مفيش من بداية المباراة لنهايتها حتى انا بختلف مع النروسة الناس يقولك احنا في الاخر احنا في الاخر ولا كويسين ولا حاجة احسن ما كنا في البداية انت تقول الاسلام خمسة واربعين أو ستة واربعين دقيقة في الشوت الاول انت مفيش تزديد على الحارس المرمى انت وشفتوش عزاسة يعني عشان بس الحاجة الحقيقية اللي كانت في المباراة دي حامل الشناوي صحيح غير كده مفيش حد حقيق كله ايه ده يعني اسمك اللقابة وحشة واداء وحش تشكيل وحش ازود عليك حاجة كمان يعني هل يعقل ان فرقة تبقى متفوق عليك في الالتحامات وفي السرعات وفي القوة واستخلاص الكرة التانية وكل الكلام ده يعني متفوق عليك في كل حاجة يعني انت معملتش حاجة ولا تغيير يا محمد حتى في ادائك بين الشطين طبعا خالص يعني حتى لو انت كنت كويس فيه وهم عشان هديوا شوية لكن انت مش كويس يعني تخيل مثلا بيطلع مدرب متخب نيجيري قالك يا جماعة احنا عارفين ان المنتخب المصري بيلعب على محمد صلاح تخيل انت مختاز الفريق كله ده في لعب واحد على محمد صلاح هيعمل ايه انا اخد كرة مش الناوية هيوصل بيها جول انت عارف انا بشبهها بيه يا علاء ان انت تروحت حتة معينة ونصل عليك وضربوك فبضرب جالك من كل حتة ومش عارف تروح فين عايز تروح هنا وعايز تروح هنا يعني اللعيبة فعلا يعني اول مرة ابقى حاسس بالحزن فعلا وانا اتفرج على ليبة مصر مفيش حيلة خالص يا علاء يعني عارف ازاي انت بتمشي الكرة ما بتعملش حاجة انني مع احترامي الكامل كل كرة انا اخدها واروح لعبها للجنبي واروح اخدها من المساك ده واروح بديها المساك التاني طب انت ده در ومالحمد فتح يعمل ايه طب انت بتلعب ليه لو انت عارف امكانات لعبتك طب انت بتلعبوا ليه هو انا مقدرش انزل اعمل الكلام ده بلوقت انا يا ساني واحدة انت كمان اخد بالك محمد شاكل اسلام وانت بتكلم فيها موضوع من الاول موضوع الاختراط موضوع الاختراط يعني انت الوقتي هتلعب مين بكرايت هيلعب محمد عب منام او عمر كمال ولا ده بكرايت ولا ده بكرايت اساسا بس انت هتلعب عمر كمال او محمد العملية هتمشى لانك موضوعين سهلين جدا وهتكسبهم وهتعدن انا بتكلم بعد كده ما هو قادم ما هو اصعب وانت زي تروح بطولة زي دي بكرايت واحد لا هو ما هو هو حدث في النظر ان عمر كمال بكرايت او عمر كمال بكرايت طيب عمر كمال بكرايت ولعبته في كالسة العرب بكرايت الطبيعي لما الراجل يكسر في اول خمس دايق تلعب مين ما يقدرش لان عمر كمال لكن ما يقدرش لان عمر كمال مش اساسا بيلعب بكرايت ممكن يبقى بيعمل حتة الهجومية كويس بس مش طالة الهجومية ما هو عشان كده هو بيلعب الاكتر دفاعية يا محمد ان عمر عمر بكن بيت ولا ينفع بكرايت وبجد يعني بيظلم نفسه والمدارب بيظلمه المشكلة علاء انت عارف ان الراجل المساك ده اللي بيلعب طول عمره مساك وظيفة البكرايت حاجة تانية حتى يعني طبيعة مرشقة والمرونة ما يقدرش لان كان ممكن الموضوع يبقى اكتر من كده ما يقدرش ينزل عمر كمال لان انت طبيعة مختارك انت مختارك تماما من جنب الشمال انت عايز حد بيدافع ما هو الباك ده بيداما اسلام ما كان بكرايت فحافظ ما كان ده اولا مدافع بعدين مهاجب انما عمر ما عندوش حده المدافعة مع اخطر لعب كان موجود في ريف الجير بالمناسبة دي طيب اه اسلام بالمناسبة دي طيب انا كراجل قعد برا كوتش وشايف ان اخطر واحد ناحية الشمال والراجل بكرايت الكسر بتاعي ونزلت اللي هو ممكن يكون جامد وسريع معاه البديهي ان انا اقول للراجل المساك اللي بلعب ناحية اليمين ميل شوية الراجل الديفندر ناحية اليمين انما برضو الصغرة هي هي يعني تفاهم ازاي وبتتلعب من وراء محمد كان عندك صغرة ناحية اليمين وصغرة ناحية الشمال الوحيدي كان بيغطى على الاثنين وده طبعا ضرف صعب جدا حمد فتح حمد فتح يعني طلعينه جاري يعني تخيل مثلا محمد بيغطي على احمد الفتوح وبيغطي على محمد عمنا طب انت بتكلم في ايه؟ الجول كمان لما ييجي ده التهريك طبعا الجول يعني يدحك اتنين مساكين راجعين لورا والباكلفت بتاعك بدلا ما يقابل الراجل راح بعد انت بتهزر وكمان الباكلفت بتاعك ده كمان ماينفعش هو بقى هو العب كرة بس لازم تبقى مدافع مدافع بعدين تهاجم انما الشكل ده وحش حاجة بقى كمان بسرعة كده هو بس سؤال والله يمش تسأله يا ريت كان ناخد هو ليه بيوقف على الخط كيروش بيوقف على خط بيعمل ايه؟ مفروض يواجه مفروض يواجه عمرك شفتوله توجيه لأي العيب لا ده وقف على الخط حاطت ايده في جنبه ايه يا بس في واحدة كرة جات له برا فرح منديها العيب بتاع عدده ووقف رجليه مفتوحة كده شوية ويتفرج والمرة الوحيدة اللي شفته كانت مش عدده مصاب وكلمة محمد صلاح هو بكلمش اغل محمد صلاح بس حيث ان اللعيبة كلها جهلة السؤال بقى التاني معلش يعني انا حاسس برضو ان الجهاز ده كل واحد في ودي واضح ان مرهمش تقعب بعدي تماماً حتى اختيرات اللعيبة من اختار اللعيبة دي؟ من اللي مفروض يختارها؟ طبعا هم الجهاز طبعا يبقى لهم دور كبير في الحتة دي؟ ده طبيعي دي اختارات لعيبة منتخب؟ لا لا مش الجهاز جهاز مين؟ جهاز مين اللي اختار؟ احنا بنقول المفروض المسؤول هو المدير الفني المدير الفني بياخد منك ومني ومنه 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 في الاخر هو بيقول رأيه صحيح هو حتى لو بياخدش رأيه بس هو بيسمع اكيد من كل الناس لكن هو في الاخر يعني مثلا لو حد قال اسلام برا وكابتر عشيش قال لا يبقى جوه وكابتر علاء قال يبقى جوه وانا كارلوس كيروش قلت ان اسلام يبقى برا يبقى اسلام برا وهو ده اللي حصل في قصة طريق حمد تحديدا بس عن اخناع يا اسلام يعني انت ايه الاقناع في طريق حمد وافشة معلش مفيش اه لا الكلام ايه ولا ده ولا ده يمشي ولا ده يمشي معلش اسمح لي الفني من طريق حمد والنيني طريق حمد احسن حتى عنده حتة الروح القطرية دي جامدة جدا هو لو محمد فتح مص الملعب معلش وانا جبت ده وانيني مكنش كويس الحياة في مصر انا عمره شفته كويس انا شايف اني يعني النسخة دي موجود منها كتير قوي في مصر يعني النسخة بتاعت النيني دي موجودة كتير قوي بس رأيت ان هو محترف دي معليه شوي بس الله عرافه انه ما تجيه محترف محترف ده يعليك انت مش المفروض المحترفين بيعالوا الفريق نفسي لا وعنده حتة الزيادة بقى ان انا رجل محترف يعني معلش برضو الاحتراف بتلعب في قندية اعلم الناس دي يستخد بالك كمان يا محمد عزره انت ملعبوا غلط مبارحة انت ملعبوا جنب احمد مفتوح من ناحية الشمال ازاي يعني بص يا مبارح الكارثة بتاعتك عشان مش عايزتنا ملعبة كتير انت موظف لعبتك كلهم غلط كلهم غلط بص يا محمد عشان ما الليفش ندورها بعض انت ولا ليك شكل طريقة ولا طريقة دفاعية ولا ما بتهاجم بتعمل ايه ولا حاجة خالص هو السؤال بس يا علاء السؤال اقل حد في مصر بيفهم في الكورة تقريبا بيقول الكلام اللي احنا بنقوله ده كله انت فاهم ازاي اقل حد في مصر بيتفرج على كورة بيقول الكلام بتاعنا ده طب الراجل الهيد كوتش الكبير عنده دماغ تالي يعني عنده دماغ تالي ممكن اسلام يكون دماغه اختيار ده بدل ده حق قصيل ماشي حاضر هو عايز يخسر كابتل يعني مثلا علش يعني هل هو مش فاهم طب هل هو مش فاهم لا سؤالي هل هو مش فاهم لا فاهم مدرب كبير وله اسمه وله يبقى فاهم غلط يبقى فاهم غلط يبقى فاهم غلط ماشي انا جبت سي فيه كويس اوه انا جبت سي فيه محترم فضيع الملعب ايه من ساعة مجيل راجل ده يعني من ساعة مجيل راجل ده بيعمل الحقيقة بحاجات بتخلينا نبقى طب انا هقولك على حاجة سيبك ممكن اي مدرب في العالم مدير فني يغلط في التشكيل من البداية صحح بين الشوتين يا عمه ما تصححش في الشوت الاولى ده فيه تغيرة عامة امبرحة محمد موتتني بتاعت محمد شريف ده تسعة وثمانين بيضيع بيها وقت النيجاري انت بتهزر محمد شريف انت قولي ايه دي بقى ما تقنعنيش ان دي هو مش عايز يخسر وهو بيعمل يعني استحق طب انت نزله بعمل ايه اولا حاجة انا بس عايز اعرف انا نفس اوصل لدماغ يعني الراجل علشان اعرف هو يعني اكيد هو مش عايز يخسر اكيد هو بيفكر تفكير غير اللي احنا بنفكر فيه مية وشوية مليون قالوا نفس الكلام اللي احنا بنتكلم فيه ده مفيش حد في مصر معالش الكلمتين دول طيب انت بتفكر في ايه لا يا اسلام والسؤال ايه هو بيقول ان دي اخر تجربة تدريبية بالنسبة له عشان هيبطل بعديها خسارة فمعناه لا خسارة بجد ده لازم يكمل انا لو متحادنا لازم يمد معا كمان فهو عايز بالنسبة له اي انسان طبيعي في الدنيا هيفكر ازاي ان هو دي يعمل احسن قولك انا اخر حاجة عم اخر خلاص انت الخبرات بقى اطلحها في اليمن انا على رأي كابتا حشيش لقيت الوينج رايت اللي انا حطته مصطفى محمد مش ماشية حط مصطفى محمد مين اللي قال له مين اللي بيشور عليه مش ممكن كابتن ضياء مش ممكن كابتن ناشا مش ممكن كابتن واحد مصيبة عشان كده سألت سأل بقولوا يا جماعة هو فيه فعلا تعاون بين الجهاز الفني يعني انا اما شوف مصطفى محمد مرة يمين ومرة شمال وبالعبش بمكانه والمرة الوحيدة اللي عملت تغييرتها عشان الاطراف رحت وطلع مصطفى محمد عشان يعملو لك انفرات هجنيني تأني مين محمد صلاح من صلاح ومرموش الناس كلها عارفة ان مصطفى محمد ده الميزة اللي فيه اهم ميزة فيه طبعا يمكن هو على الارض او على اللجناب بس لقوا بصة محمد وكورة عالية طبعا موايز فيها يريد اضراف عالكورة كويس بصة محمد حتته انا بلعبك في مكانك اللي انت مستراع فيه انا مجيبش مثلا اسلام بلعب بكرايت قولوا اسلام النهاردة انا عايزة لعبك تحت راسات الحربة وانت اللي تعمل وانت ممكن يعملها كورته حلوة لكن هو مش مختنع بالطريقة لا كابتن انا لقتي لعبت مصطفى محمد وينجرايت انا ومدرب واقف برا وزي ما الكابتن علاق بيقول واقف وعملوا بتاعها شفت اول عشر دقيقة كده مصطفى مش مش ماشي محمد لا ده مش مش عارف مش عارف مرموش وحش جدا طيب انا اعمل ايه يعني حتى لو بعد ربع ساعة مرة منول جوزيه طبعا وبرتغالي للأسف عمل حد حد او برتغالي وده برتغالي وعمل اللعبة كده وكان ايلينا عليه ما صممش ما عناتش مع برتغالي ومدربا فيش اعناد منه صح او مش صح؟ طبعا عمل ايه اما غير فوق اسلام وطلع محمد وينزل اسلام مثلا يعني انا بقول اي كلام لكن لكن عملي بعد ربع ساعة تلت ساعة مش خكر اه ايه ربع ساعة بزبط اقل من عشر دقيقة هو قالك ايه قالك محمد حشيش حيلعب بك رايت فهيبقى كويس اه ما طلعت خايفة ظن من اول باص من اول باص واش اما عامل ايه تلت ساعة قال من تلت ساعة كان مغير محمد حشيش ومنزل عاما يهوب مثلا طب انا اقول لك حاجة علاق يعني عايز اقول لك حاجة على الاقل حتى ابتدي بلاش اغير عشان مخصرش تغيير اغير في الملعب ما انت ممكن تغير لعبة في الملعب يعني اصلح لغاية بس ما ايه مش هجاجة تصلح انت مش بحاجة تغلط عشان تصلح اما كنت اغلط في لعيب عليه كلام انما مصطفى محمد يعني اسأل اي ولد صغير في الشارع وبيلعب محترف في تركيا وبيلعب راس حربة وهيل وبيعمل كويس يا ابني بلعب بلعب بطبخه كويس او بيجيبه كويس هدى انت عايز ايه وايام ازا مالك يعني لو سألت اهلاوي سألت ازا مالكية ها يقوله ي 뿌�ليه كما تعبل الكرة بعرضه يطلع بدماغه يحط جول مميزات يا عم هابوسة اسلام مميزات يا عم هابوسة اسلام مميزات يا عم هابوسة اسلام فرقيتك هتبقى كويسة انت مبارع عامل العكس بسم الله الرحمن الرحيم انت عامل العكس من اول اخبار الوراء معلش مبارع كانت محمد مبارع كان كل اخطاء كورة ممكن خلال في حياتك انت باجئ مبراوش يعني هو عامل اخطاء غلط او عامل حاجة غلط وفي نفس الوقت ال 11 و 20 او بتزق 10 من ال 11 و 20 عشان يا اسلام انا لعب كورة نفسيا برضو يعني انا منزل انا عارف ان انا مش راعة في مكاني فحول اقدي واجري هعمل اي حاجة يعني صفح حمد ده ما يعرف ان هو قلع الطرف مثلا من منليل قبل المحاضرة بتاعت الموراء تخيل انت هتخيل الشكل ازاي انت بتقلل هو نفسين هو قريب نازل مش مقتنع بمكانه مش مقتنع بكلامه هنوصل او لا مش هنوصل يعني للدول القادم لا هنوصل ان شاء الله هنوصل لا لا هنوصل بيعني اصلي الاهلي بكرة هيعمل ايه والله التشكيلة بقى الجديدة بس دايما انا مش هنعرف نقول تشكيلات والحالة يعني مش هنقدر حاجة بس تجارب كتير قبل كده مش هنقدر عاكمان مش هنقدر يعني مش هنقدر يعني مش هنقدر يعني مش هنقدر يعني يعني فيه تجارب قديمة كان بيلعب بالناشئين كلهم لظروف معينة وكسب زمالك فانت برضو روح الفانيلا والعيبة على فكرة كويسة عايزة فرصة فممكن تدي كل اللي عندها وكلهم جعانين للمتشاط وعايزين يعملوا حاجة وعايزين يثبتوا نفسهم فممكن تبقى ايجابية ان انت تكسب كبتن علاء يعني الطبيعة تبقى تجربة ممتازة بس مطلوب حاجة الصبر على اللعيبة دي ان انت الاول مرة اسلام زمان ما كنت بتلعب ناشئ او اتنين كان ببقى حوالي 3-5-6 لعيبة قدام فانت مش عدد السناني القدامة يبقوا قدام بس ممكن يكونش بقى لهم كتيرة ملعبوش بالضبط لكن انت بتلعب مجموعة شغيرة ارجو الصبر وهم مع الوقت ان شاء الله هيبوا كويسين انت بتفكر يبقى عندك صف ثالث بقى كمان شامل ان شاء الله رب العالمي فاتمنى بس هو انا متأكد بكرة ممكن تلاقي الرهبة في الاول ممكن الشرط الاول في سنة رهبة لكن في حاجة مضمونة هتلاقي كمية ديالك كويسة جدا روح موجودة ما تتكلمش عنها دي موجودة في الناد الاهلي وانت عندك عشر سنين فده اللي ضمنها بتمنى ان شاء الله لكل العيب بس ياخد التجربة من غير ضغوط متخب مصر طيب متخب مصر هيوصل يعني انا هيوصل دور القادم دور القادم هيوصل فصلا انت عدل مبارح كمان السودان ده كمان عندنا فرصة اللا اذا فرص كتيرة اللا اذا انت عندك ماتش جاي غنية هادك سعب هتكسر فرق كويسة وبالله احنا شايفينه برضو هيقلقك اسلام يعني تعدي الدور ده اللي هتقابله هذا كده هو ده اللا اكبر موجزار لا هو السؤال بقى اسلام يقول ايه السؤال بقى هل هو هتدارك الحاجات اللي احنا قلناها دي في المطش اللي جاي ويعدل الدنيا ولا حيضر مفامن خلي بناك بالسؤال صعب اول حد قال لقد قلقوا غير يوم السابت الساعة المطش الساعة كام ساعة تسعى بالليه طب تدخل انت اتفاجئت بقى اتفاجئت بنفس القصة لا 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 هتامل ايه لا لا هتامل ايه هتامل ايه هتامل ايه مش هنقامل حاجة مش هنقامل حاجة مش كده يعني اما احنا بنقدمين في الاخر الواقع بيقول ايه مش انا وعلاء كبهات كركديد هدى العصاب متفرجش عن ماتش أنا بشكركم جدا انا بشكركم جدا اشتركوا رجعين انا كنتحش على وجودكم معنا هطلع فاصل وبعد هذا الفاصل زي ما دايما متعودين مع حضراتكم كل يوم 4 ساعة 12 وربع كده بنسحب المسابقة ان شاء الله السيجمنت القادم او الشواهي اللي جايين هيكون اسحب المسابقة للمتسابق التاني اللي هيكسب معنا النهاردة ويسافر معنا ان شاء الله الامارات عشان يتفرج على مباراة الاهلي ومنتيري المكسيكي الاهلي ومنتيري المكسيكي ان شاء الله حتى الآن يعني لغاية يوم 5 اللي هيسافر هيسافر يوم 4 ويرجع يوم 6 ان شاء الله يروح يتفرج على المباراة من داخل استاد من داخل أرض الاستاد ان شاء الله تكون مباراة تليق باسم النادي الاهلي واستطيع ان يفوز فيها ويصل بعد كده بقى للرابع والتالت والرابع ونشوف ايه اللي هيحصل في هذا الامر بعد الفاصل المتسابق الثاني للسفر لمشاهدة مباراة الاهلي ومنتيري بعد هذا الفاصل